السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيح حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ اخوارنا مننساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نصالح على سيدنا محمد اللهم صالح على سيدنا محمد وكمان قبل اي شيء جاريت نفتكر ان احنا في شهر فضيل كريم يعني نكون ناس عندنا حيادية وموضعية في كلامنا وما نكونش ان احنا بس يعني بنتكلم وخلاص ونتقل لايه في كلامنا وربنا شاهد على كل واحد وعلى كلامه هو بيقول ايه بالضبط ما هواش مسألة ان احنا بنتكلم وخلاص او بنهاجم وخلاص او بنحط كلام وخلاص او بنقول اي حاجة وخلاص انا يعني حاليا انا بقول لحضراتكم كلمة يا ريت نتقل لايه في كلامنا ولا هو لا ابو جبل غلط في سمارة ولا سمارة غلطت في ابو جبل الاتنين محترمين جدا الاتنين ربنا مشاقش ان هم يكملوا مع بعض وده عادي ما هواش نهاية المطاف لأي حد خالص ولكن ده امر عادي جدا جدا في الحياة ممكن يحصل لأي حد ممكن يحصل لأي حد في الدمية اللي خلقها ربنا ممكن يحصل معايا مع صديقتي مع صحابتي مع جارتي مع قريبتي ممكن يحصل مع اي حد اي حد فينا معرض للامر ده ربنا هو اللي بيسهل لنا حياتنا ربنا لو رايد اتنين بيكملوا مع بعض بيكملوا لان دي ارادة ربنا ومشيئته في كل شيء ولو ربنا مش ريت فالموضوع خلص خلاص ولكن الاتنين بصراحة محترمين جدا 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 في هيرتيا يا جماعة يعني بعض الناس مش كل الناس طبعا ما تحاولش تخرجهم عن الاطار ده وتستفز فيهم وكل واحد يرمي التاني بكلام علشان نستخرج منهم الكلام اللي هم مش عايزين اصلا يقولوه هو كل واحد خلاص انتهى ونهى قصة حياته مع التاني ولكن محدث ذكر سيئة واحدة في التاني محدث غلط في التاني حتى النهار ده ابو جبل لما طلع في البرنامج مع ياسمين عز على الام بي سي مصر ما غلطش وما تكلمش وما جايش سلة الموضوع اساسا ولا لفظ بكلمة حتى كل الكلام هي كانت المزيعة اللي بتتكلمه سواء معجبين سواء طريقتها اطهاء مستفزة شوية زودتها شوية وده من وجهة نظر الشخصية لاني انا شفت الحلقة هي زودتها في طريقة سؤالها في طريقة كلامها ولكن هو ملوش دخل بالكلام ده حتى هو كان وضح ليه انه هو قاعد مكسوف من كلامها وهي تكلمت بجرأة شديدة جدا واحنا مش متعاونة لما طلعت وصرحت ما تكلمتش خالص عنه باي سوق ولا اي حاجة وقالت هي حياة وانا تعلمتي لما امشي ابعيد عن حد او انفصل حد اني ما ازيهوش حتى بالكلام وده عين العقل من ناحيتهم هم الاتنين ربنا يصلح لهم حالهم ربنا يهديهم ومحدش في جماعة يقول برضو ان الناس عايزة تغلط بل بالعكس في اول ما سمرة علنت الموضوع وانا حطيت الفيديو في ناس دخلت وقالت حطوا المحدش يغلط في ابو جبل ومحدش يندفع ناحية سمرة احنا بنمثل اهل الجزائر فاحنا بنغضط كل الاحترام والتأذير وفي النهاية لازم نعرف انه اي بني ادم في الدنيا خلقها ربنا سبحانه وتعالى ليه الناس بتحبه وناس مش بتحبه وده طبيعي جدا جدا رسول عليه افضل الصلاة والسلام اللي ما فيه ازيه والي حييجي زيه في البشرية الناس ما اتفاقتش عليهم نشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد كل الدعم وكل التفاقل وكل الحب يكون في قلوبنا لكل اللي حوالينا عشان نقدر نعدي الحياة عشان احنا لما نقف مع بعض نتكاتف مع بعض الدنيا هتعدي لكن لو قفنا في حياة بعض وقفنا في تكة بعض والله ما هتعدي وكل حاجة هتلفه وهترجع لصاحبه السلام عليكم